أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي وذلك تزامنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتقطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءا أساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وذلك بحضور رؤساء منظمة المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي يعد ركنا هاما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق مدينة شرم الشيخ تجهيزا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل كما وجه الرئيس السيسي بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات العالمية وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التغطيط ووزير النقل وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائية كما تم أيضا استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة خاصة في منطقة شرق القاهرة ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام صينية أن الصين بدأت منورات عسكرية في محيط تايوان يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع التايوانية أن طائرات مجهولة يعتقد أنها مسيارات حلقت بأجواء منطقة كين مين مضيفة أن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات وتوقف عن العمل مؤقتا دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الصين لاستخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على روسيا لإنهاء عملياتها العسكرية على بلاده وخلال تصريحات صحفية قال زيلنسكي أن الصين دولة قوية ولديها اقتصاد قوي بالإضافة إلى أنها عضو دائم في مجلس الأمن لذا يمكنها التأثير سياسيا واقتصاديا على روسيا لذا يمكنها التأثير سياسيا على الوكارينيسكي بيوديمير زيلنسكي ونفوذها على الوكارينيسكي تريطوري ماشوي مغيلو أبيتك وفق أكثر من ترتي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام فنلندا وسويد إلى حلف شمال الأطلنطي في الوقت الذي يواجه فيه الحلف تدعية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وبينما لا يزال التصويت مستمرا بلغ عدد الأصوات المؤيدة 74 صوتا مقابل صوت واحد بالرفض متجاوزا أغلبية الثلثين وهي 67 صوتا المطلوبة لتأييد التصديق على وثائق انضمام البلدين رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلنطي وقال بايدن إنه يتطلع للتوقيع على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو مضيفا أن مصادقة مجلس الشيوخ على انضمام البلدين للناتو يثبت التزام الولايات المتحدة بالحلف أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انهيار منجم فحم بولاية كولا شمال البلاد مشيرا إلى أن هناك حوالي تسعة عمال تحت الأنقاض وقال أوبرادور أن السلطات بدأت عملية بحث وإنقاذ شملت عشرة الأشخاص من وزارة الدفاع قالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا بواقع 111 إصابة مصحوبة بأعراض و335 دون أعراض كان بر الصين الرئيسي قد سجل 436 إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق بواقع 101 إصابة مصحوبة بأعراض و335 بلا أعراض نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر